وجاء كانون الأول كان الإسلاميون رغم قطع رأس حركتهم مستعدين لخوض الانتخابات التشريعية ارتضت الجبال الإسلامية للإنقاذ بغياب الزعماء التاريخيين للحزب المسجونين منذ شهر حزيران وقادها عبدالقادر حشاني مهندس بيتروكيميا الشاب وصف حشاني بأنه معتدل من أنصار الخط الجزائري الذي تسلم إدارة السلطة التنفيذية المؤقتة للحزب بعد أحداث الصيف فيما ورفت تيار السلف الذي رأسه علي بالحاج بقدر أكبر من الراديكالية والشك بإمكانية الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات لقناته بأن الجنرالات لن يسمحوا بذلك ومن سجنه ظل يشجع أنصاره سرا على الاستعداد للكفاح المسلح في استجرين كانوا الأول عاش الجزائريون أحد أهم عطفات تاريخهم كان الإسلاميون يراقبون بدقة مكاتب الاقتراء ويحطون الناس على التصويت لصالحهم ستذهبون إلى الجنة صوتوا للجفل الإسلامية للإنقاذ كان المقاتلون الشبان يرددون في الأحياء الشابية في المساء نفسه أظهرت النتائج جزئية فوزا كبيرا للحزب الإسلامي وقارت النتائج الرسمية بأكثر من 47% من الأصوات لصالحه متقدما بمسافة كبيرة على جبهة التحرير الوطني وجبة القوى الاشتراكية اطمعنت الجبل الإسلامية للإنقاذ إلى فوزها بالغالبية المطلقة للبرلمان في الدورة الثانية لكن الجميع نوه بمعدل الإمتناء الذي زاد عن 40% ومنذ ذلك الوقت أطلق على أولئك الممتنعين اسم الغالبية الصامتة وكنت منهم هذه المرة انتهى الأمر أخبرني بعض الضباط المطلعين بأن الجنرالات خالد نزار وابد الملك غنيزية ومحمد مدين ومحمد العماري ومحمد تواتي وعد المجيد تغريرت وخليفة رحيم وطيب دراجي وبن أباس غزيل قاموا باستدعاء جميع رؤساء المناطق والمسؤولين الأسكريين الرئيسيين وبعض رجالات النضاعم القدماء ودخلوا في خلوة فهمنا أن داك بأن استلام الجبل الإسلامية للإنقاذ للسلطة أمر غير وارد بالنسبة لهم قيل لي بأن أبد المارك بن حبيلس رفض أن يشغل منصب الرئيس بالنيابة في حال استقالة شادلي لكنه اقترها للأسكريين إجراءات قانونية تمكنهم من القيام بانقلاب شري أعتقد أن القيادة العليا كانت تسمح بتسريب بعض المعلومات لسبر الردود أفعال الجنود بدأ الكلام يكتر شيئا فشيئا عن رحيل شادلي استمرت حالة عدم يقين كلية طيلة مع أقرب العشرات أيام علمت لاحقا بأن الجنرالات نظار وتواتي ومدين والعماري وغنيزية وبالخير ومعهم رجل مدني يدعى علي كافي يعمل سكرتيرا عاما للمجاهدين القدماء ذهبوا لرؤية شادلي لمطالبته بتقديم استقالته يبدو أن لهجة نظار المقنعة ووعود المدين بالإفلات من العقاب قد انتهت إلى التغلب على عناد الرئيس فتمت ملف في حوزة مسؤول المخابرات يدين نجل الرئيس المتورط في قضية تحويل أموال كبيرة وعرفت بإسم قضية محوش بعد الدورة الأولى للانتخابات التشريعية وقع نحو مئتي ضابط كبير عريضة تطالب برحيل الرئيس أفتح القوس الجنرال نظار هو الذي طلب منهم التوقع وسيتم إبعاد من رفض أغلق القوس لم يعود أمام الشدلي من خيار بات مطوقا من كل صوب أدرك أنه سيقتل إذا عاند عرضوا عليه أن ينجو بحياته ويفلت من العقاب لم تتير استقالة الرئيس الشدلي بن جديد ردد فعال كثيرة فقد بات الشخص الأقل شعبية في الجزائر أعتقد بأن الجنرالات الذين قرروا القيام بالانقلاب كانوا يعرفون أن رحيله لن يؤدي بأي حال إلى تعقيد الوضع فوق ما هو معقد كانت المراهنات تجري على قدم وساق في الأكاديمية فقد أصبح إيقاف العملية الانتخابية بعد استقالة الرئيس مسألة ساعد أعلن الأمر رسميا في 12 كانون تاني وفي 14 منه أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للدولة وهي رئاسة جماعية مكونة من خمس شخصيات على رأس تلك السلطة محمد بوضعف أحد القادة التاريخيين لحركة التحرر الوطنية الذي انتقل إلى المعارضة ولجأ إلى المغرب منذ 1963 علمت أن بوضعف رفض في البداية المنصب المعروض عليه لكنه نزل عند الحاح صديقه علي هارون عضو المجلس الأعلى للدولة وليس بدون أن يفرض شروطا أراد قبل كل شيء أن يكون له حرية التصرف بالطبع أجابوه بالتأكيد رغم عدم اكتمال تأهيلنا نزلنا إلى ساحة العمل لإقامة الحواجز في الطرقات أفتح القوس وضعناه في حالة تأهب القصوى منذ الأسبوع الأول من كانون الثاني أغلق القوس كان علينا أن نبقى يقضين جدا وجاهزين لرد على كل أشكال الإستفزاز كان المدنيون على الأقل الراضون منهم عن تعليق الانتخابات ينظرون إلينا كأننا مخلصوهم هذا ما كنت أعتقده آنذاك أنا أيضا وكنت أعتقد أن الجيش الوطن الشعبي الذي أنتمي إليه سينقض الجمهورية خلال هذه الأحداث بدأ اسم جنرال يدي في التكنات محمد العماري لم يكن هذا الاسم غريبا على مسامعي إذ كان بيننا في شرشال من يدعى مراد العماري وهو ابن الجنرال قيل إن محمد العماري قد تميز بمعارضته الشديدة لرئيس الشادلي وكان حسب المعلومات المتناقلة محمية خالد نزار آنذاك كان الجنرال العماري يقود القوات البرية ولا يتردد في المطالبة أعلنا بالإطاحة بالشادلي بن جديد بل قيل بأنه راح يضغط على الجنرالات الآخرين لكي يؤيد موقفه من الرئيس ورف محمد العماري أيضا بمواقفه لمعالية للإسلاميين لطالما سمعت بأنه يكره عباس مدني كرها عميقا ويكره علي بالحاج أكثر الاسم الآخر الذي بدأ بالانتشار هو اسم الجنرال توفيق واسمه الحقيقي محمد مدين كان منذ منتصف 1890 رئيس مديرية الاستخبارات الأمنية الأمل عسكري سابقا وقدمان ذاك رجل شديد السرية مدرب على ممارسات الأمن العسكري ذكرت اسمي هذين الجنرالين الفاعلين جدا في الانقلاب ضد الشادلي لأن دورهما كان جوهريا طوال التسعينيات في تلك الفترة أمسكت دفعة جديدة من الجنرالات بمصير الجيش وبالتالي بمصير البلاد فترة بوضياف المستعرضة حين استدعي بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولة كان قد بقي للدفعة الثالثة والعشرين التي أنتمي إليها ستة شهور من التألم لم يرتبط اسم الرئيس الجديد حسب عموم الشائعات باية قضية موحلة أو مظلمة كان واحدا من القادة التاريخيين لجفة التحرير الوطني فالسرعان معارض سلطة ما بعد الاستقلال عاش في المنفى ولم يره معظم الجزائريين أبدا كان بوضياف قادرا حتما على إعادة الأمل إليهم وفي الأكاديمية اعتقد الكثيرون بأنه الرجل المناسب للوضع لكن لم يخطئ من قال أيضا بأنه اللعبة النموذجية بأيدي الجنرالات نقدر على الجنرالات في ما يمكنهم من البقاء خلف السطر حدد أبوضياف لنفسه هدفين الانتهاء من الإسلاميين ويعاد استقع بين السلطة والسكان بدأ الناس بمرور الأسابيع يسعيدنا الأمل لكن الوضع الأملي لم يتحسن على العكس تماما ففي أيام الجمعة يوم الصلاة الأسبوعية الكبرى يسود مناخ مكهرب جميع مدن البلاد الكبرى لا سيما بعد منع الصلاة خارج المساجد مثل ما كان عليه الحال تولى الأعوام الثلاثة السابقة آن الأول لوضع حد للفوضى السائدة في البلاد لكن أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ رأوا في هذا الإجراء استفزازا جديدا كان يخشى من الأسوأ في العاصمة وضواحيها وأيضا في كل المناطق التي تعتبر أماكن للإسلاميين فكل يوم جمعة تدوي طلقات إنظار هنا وهناك لردع مقاتل الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين يريدون السيطرة على المساجد ويسعى شبان إسلاميون مستطارون تماما لمواجهة العسكريين منتشرين في مختلف أحياء المدن الكبرى لتدارك وقوع التجاوز في بعض المناطق كان يحدث إطلاق نار من الجانبين منذ المواجهات الأولى وكما حدث أثناء حدث أكتوبر تشرير الأول 1888 أطلق أشخاص لم تعرف هويتهم من نار على قوات النظام أول عمل التطهير داخل الجيش في الأسابيع الأولى التي تلت الإنقلاب قتل العديد من الإسلاميين في الغواط واصطيف وبتنة بعد مواجهات مع قوات النظام في 22 كانون الثاني أوقف بالقادر حشاني رئيس المكتب التنفيذي الموقع للجبهة الإسلامية للإنقاد بأمر من وزارة الدفاع الوطني بتهمة التحريض على العصيان كما أوقف مسؤولون آخرون من الجبهة الإسلامية للإنقاد وجميع الأئمة المشهورين بخطبهم الحماسية هكذا وجد مناضي الحزب الإسلامي أنفسهم من جديد في حالة عز أمام أنفسهم من كان يتمتع بحميتهم تعرضوا جميعا إما للسجن أو التحول إلى العمل السري اعتبارا من تلك اللحظة أصبح كل شيء ممكنا لم يعد هناك محاور يصلح لمخاطبة السلطة وفي الحقيقة لم يكن الجنرالات مستعدين للحوار لقد أرادوا أن يقمعوا حلت الجبهة الإسلامية للإنقاد أساسا منذ ربع آذار في 9 شباط أعلنت حالة الطوارئ على كل الأراضي الجزائرية لمدة 12 شهرا انتهى أهد الديمقراطية لكني كنت أعتقد أيضا بأن هذا سيساعد على عودة النظام فتحت معسكرات اعتقال جنوب البلاد لسيما في رقان ووادي النموس وعين أمقل سيق إليها بالطائرات العسكرية أو الشاحنات آلاف الإسلاميين أو من أفطرد بأنهم كذلك سيتكدسون هناك سنين طويلة وفي القصبة والأحياء الشعبية من العاصمة بات الجيش دائم الحضور قسمت المدينة وودعت رشاشات أوتوماتيكية على المفارق الإستراتيجية وتلقى الجنود تعليمات حازمة بإطلاق النار دون تردد عند أول تهديد أثناء ذلك أوقف ضباط عديدون بعضهم قريب من الإسلاميين لكن كثيرا منهم لم تكن له أن يتصل بهم وخطأه الوحيد هو كونه مؤمن يمارس الشائر بل كونه يعترض على الإجراءات الحديثة التي تقوم بها السلطة هكذا أوقف منذ بداية 1992 ثلاثة من مدرسين هم النقباء شوشين ومحدادي وعزيزو من قبل رجال في الإدارة المركزية لأمن الجيش وهي إدارة مرتبطة بمديرية الاستخبارات الأمنية كانوا شديد التقوى ولم يخفوا تعاطفهم مع التيار الإسلامي أشعت مديرية الاستخبارات الأمنية بعد اعتقالهم بأن النقيب شوشين كان يدبر هجوما ضد الأكاديمية للاستيلاء على أسلحة والالتحاق بالمقاتلين لكني لم أصدق ذلك فقد أمتاز شوشين وأصدقائه بسلوك نموذجي لم يبرهنوا قط عن ميل لعنف كلامي أو جسدي إذا أين كان بالعكس كانوا يدينون كل أشكال العنف صحيح أن النقباء الثلاثة كانوا من أتباع الدول الإسلامية لكنهم من دعاة التغيير الهادي للمجتمع والوصول السلمي للسلطة كان على الجيش في نظرهم مع لم تدخل في السياسة لم يخفوا قناعاتهم السياسية ولم يترددوا في استمالة الضباط الشبان ورأوا أن في الجزائر مضع لم يكثيره ولم يكونوا مخطئين لكن هذا الخيار السياسي كلفهم مستقبلهم المهني إلا أنهم كانوا محدودين قياسا لغيرهم أظن أنهم نجوا بحياتهم فيما تمت ببساطة تصفية ضباط كثيرين يعتبروا معارضين سأعود إلى هذا لاحقا خشلت القيادة العسكري العليا من حدوط فرار جماعي في الجيش لا سيما مع التغيب الذي راح يسجل من وقت لآخر أهم قضية علمت بها أنا داك حدثت في أواقر 1991 حين فر 18 طالب مضلي تابعين للقوات الخاصة منتكنت بني ميسيوس قرب الجزائر العاصمة لم يفيروا لأسباب سياسية بل لأنهم لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة شهور بينهم عبدالرزاق الساح ومولي علي ومحمد لوني الأسماء الثلاثة التي أتذكرها والتي سيقوم أصحابها بعدة هجمات وتخصصون بالكمائن والهجوم بالقنابر وسيجعلون من القوات الخاصة هدفهم الأساسي سيحلون بين صفوف مقاتلي زبربر قرب الأخضرية باليسترو سابقا لشن حرب على زملائهم السابقين وستحتاج السيطرة على المجموعة كلها إلى سنين إذا عاشت للجزائر عاما في 1991 سنة انفجارية على نحو خاص فإن السنة التالية ستغرق البلاد ببساطة في العماء ظهور الجماعات المسلحة رأى قسم من مقاتل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه يجب الفوز بالسلطة بواسطة السلاح سمعنا دون تفاصيل بعدة جماعات إسلامية مسلحة مثل الحركة الإسلامية المسلحة وحركة الدولة الإسلامية التي أنشئت في الأسابح التي تلت وقف العملية الانتخابية وتحدثت شائعات أخرى عن جماعات أكثر راديكالية كانت موجودة منذ عدة سنين وانتقلت الآن إلى الكفح المسلح مثل التكفير والهجرة المكونة بشكل رئيسي من قدماء الأفغان أو كتائب القز وهي حركة شيعية يقال بأن تمويلها من الإيرانيين وحزب الله اللبناني هذه الحركات مستقلة بذاتها عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقيل آنا داك بأنها مخترقة من قبل الأمن العسكري بدأت الهجمات في أحياء العاصمة الشعبية وفي بعض المدن مثل البليدة والشلف والتيارت تدى رجال الشرطة بشكل خاص كانت الصحف تتكلم قليلا عن ذلك وقع أول عمل إرهابي ليلة التاسح للعاشر شباط 1892 بعد بضعة ساعات من سريان مفهول حالة الطوارئ سقط عديد من رجال الشرطة في كمين في حي بوزرين قرب القصبة بالجزائر العاصمة ودبحوا بعد بضعة أيام أعلنت تلفزيون القبض على المجرمين وقال بأنهم من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وسيحاكمون في محكمة أسكرية ويحكم عليهم بالإعدام في ليلة الثاني عشر إلى الثالث عشر شباط هاجمت جماعة أخرى مقر قيادة القوات البحرية في العاصمة في مكان يدعى الأميرالية قتل أربعة أسكريين واحد فقط حسب الرواية الرسمية وثلاثة من المهاجمين أقدمت الجماعة الإرهابية على هذا الفعل حسب أقوال الصحفة بفضل توطئ ثلاثة أسكريين موالين للإسلاميين قرروا الانضمام للجماعة المسلحة كان يقود الجماعة إسلامي خطير يدعى موح ليفي انتقل من اللصوصية إلى الإرهاب حين علمت بهذا الهجوم أدهشتني جرأة الإسلاميين ضربت هذه العملية المؤترة في قلب مركز أساسي للعمليات في الجيش الجزائري يقوده غضبان شأبان الصديق الحميم للجنرال زروال علمته بعد عدة سنين أن هذه المسألة كانت في الواقع استفزازا مجنونا على نحو خاص لقوات الأمن عام 1991 شكل أمن العسكري بتعاطف طلاب ضباط وضباط من المدرسة البحرية الحربية ومقر الجزائر العاصمة مع الجبهة الإسلامية للإنقاد بل بكونهم أعضاء نشيطين في الشبكات الإسلامية في نهاية العام قبض على أربع الطلاب وضابطين في عملية واحدة وأسلوا إلى بن عكنون وتم استجوابهم من قبل رجال العقيد طرطاق الذي سأجد فرصة للكلام عنه ثانية بعد استجواب عني في مدة 15 يوما أطلق صراح المشتبه بهم وأعيد إدراجهم في سجلات المدرسة لكن المشتبه بهم السابقين دخلوا الأميراليا بعد بضعة أيام لمساعد الجماعة الإسلامية محبطين الخطة الدفاعية لهذا المكان الاستراتيجي الشخص الذي فتح لي عينيه هو رفيق زنزانة عرفته في سجل البليدة في تشرين الثاني 1995 كان جنوخات أحد طلاب الضباط الذين أوقفوا ثم أخلي سبيلهم قبل الهجوم أدرك بعد حين أفتحوا القوس سيحكم عليه بالسجن عشر سنين بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية مسلحة أغلقوا القوس أنه ورفاقه تم التلاعب بهم أطلق الأمن العسكري صراحا وهو يعلم جيدا أنهم مقاتلون إسلاميون حقيقيون وسيقومون بهذا العمل قال لجنوحات وضباط آخرون عرفتهم في السجن بأن هذه العملية خطط لها الجنرال محمد العمالي بشكل كامل وأنه أسمها عملية البطيخ إشارة إلى الألوان حتما أخضر الإسلام ظاهريا وأحمر الجيش في الحقيقة لكنني كنت أنا ذاك بعيدا عن الشك بأن ما حدته عبارة عملية فاسدة على هذا النحو ما عرفه هو أن العملية قادتها جماعة يرأسها موحليفي هو نفسه تابع لشخص يدعى منصور ملياني بقي موحليفي شهورا طويلة يهاجم قوة الأمن ولا سيم الشرطة كان وجماعته يقتلون منهم اتنين إلى ثلاثة في اليوم وسطيا في العاصمة ومحيطها سيقتل هو مع رجاله آخر الأمر في نهاية عام 1992 في تمسغيدا قرب المدية بعد موحليفي برز من العدم اسم إرهابي آخر أبد الحق العيادة الملقب بأبو عدلان خرج من حين شعبه في براقي من ضواحي جزائر العاصمة شكل هذا الشخص الذي عمل في مهنة ميكانيكي جماعة إرهابية من بعض الجانحين تخصص في اغتيال رجال الشرطة والضرك وكان اسمه مراضفا للرعب طوال عام 1992 استخدمت وحدات الجيش المحترفة لضمان ستيتباب النظام خارج مدينة الجزائر أي لقمع التمرد الإسلامي والقيام بمهام الشرطة ورغم ضخامة القوات المستخدمة بدت هذه الطريقة بلا فعالية إذ لم تجد كثيرا حواجز الطرق والدوريات على المحاول الكبرى في ملاحقة أولى الجماعات المسلحة لم يكن لدى الجنود والضباط شبان أي خبرة في مكافحة الإرهاب التي لم يجري إعدادهم لها لكن هذا كان ينطبق أيضا على الضباط الكبار الذين راحوا يطلقون بصورة فجائية عمليات عديمة الجدوى أو صورية فلقيت عدة مرات أمرا بالتوجه مع فريقي إلى هذا المكان أو داك للتصدي لجماعات مسلحة وعندما نبلغ المكان لا نجد أحدا يجب القول بأن وظيفة الاستخبار لم تكن تؤدى بشكل جيد طوال تلك الفترة لم تكن وحدات العمل تتلقى أي تمعلومة من المركز قيادة عمليات المنطقة العسكرية الأولى الذي يقوده الجنرال اسماعيل العماري الذي سأتكلم عنه لاحقا ولا من قيادة الضرك وبالتالي لم يكن بمقدورها التصرف على نحو فعال والمدنيون المعادون في غلبيتهم لانتشار قوات الأمن لم يكن لهم أي تتقى بالجيش ويرفضون إعطاء أدنى معلومة سيتغير هذا لاحقا سيؤدي ذلك على أرض الواقع إلى وضع غير قابل للتفسير أرهابيون يمرون قرب التكنات ولا أحد يفعل شيئا وكان يجب انتظار الأوامر التي لا تصل إلا في اليوم التالي لقد أدى تساهل كبار الضباط إلى وضع الجيش في حالة دفاعية منذ بداية أعمال العنف فلم يكن يرد إلا عندما تهاجم تكناته أو بناه التحدي حتى قوات الضرك الوطني التي كان يقودها أن ذاك الجنرال بن عبداء سغزيل تجاوزت الأوضاع أثناء تلك الأشهر الأولى من العام 1990 وجه معظم القمض ضد المدنيين وليس ضد الجماعات المسلحة فقد تصرف رجال الشرطة بلا رحمة في كل منطقة الجزائر العاصمة حيث يقع كثير من الحياء الشعبية تحت سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاد ووقف آلاف الشبان من المنخرطين في جبهة الإنقاد أو المتعاطفين وغير المنخرطين وعدبوا وأسلوا إلى معسكرات اعتقال في الجنوب سأثم لاحقا بأن آلة الصنع الإرهابيين بدأت تعمل في ذلك الحين لم يكن لدى الناجين من قارات الاعتقالات من خيار سوى الانضمام إلى المقاتلين بعد سنتين أو ثلاث لدى الإفراج عن المقوشين كانوا غاضبين مما تعرضوا له إلى درجة أن كثيرين منهم حملوا السلاح